تجاوز عدد سكان إسرائيل عتبة 9 ملايين و300 ألف بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف شخص عن العام الماضي ويطوقع أن يتجاوز العدد 10 ملايين مع نهاية عام 2024 يعيش الآن في إسرائيل 6 ملايين و94 ألف يهودي يقدرون بنسبة 74% أما العرب فنسبتهم 21% أي أكثر من مليون وثمانية وتسعين ألف فيما سجلت إسرائيل العام الماضي 172 مولودا جديدا بالمقابل سجلت 48 حالة وفا ونساء الأطول عمرا من الرجال في البلاد ليبلغ متوسط العمر لديهن 84 سنة فارز ثمانية مقابل 80 سنة فارز سبعة للرجال بحسب دائرة الإحصاء المركزية أرقام السكان في إسرائيل تعني احتدام الصراع الديمغرافي بين العرب واليهود فالسياسات والقوانين في البلاد قائمة على الاعتبارات الديمغرافية فهي المعيار الوجودي الأول في قضاياها ليمتزج الخوف الديمغرافي بالمخاوف الأمنية فجميع الحكومات الإسرائيلية تحاول جاهدة المحافظة على الغاربية اليهودية داخل إسرائيل ومن استراتيجياتها تشجيع الهجة العالمية إليها وتخصيص الموازنات لها وباء كورونا والقيود المفروضة على السفر الدولي عطل على إسرائيل زيادة أعدادها من اليهود لتتأثر الهجة إليها خلال العام الماضي انخفضت نسبة الهجة لأربعين فارز ثمانية بالمئة فاستقبلت أكثر من تسعة عشر ألف مهاجر ومع النصف الأول من هذا العام بدأت الهجة بالتعافي فهاجر ثلاثة عشر ألف شخص بزيادة قدرها ثلاثين بالمئة أكثر من نصف المهاجرين القادمين من روسيا وأوكرانيا أما فرنسا بلغت نسبة مهاجرها أكثر من اثني عشر بالمئة يذكر أن عدد اليهود في العالم ارتفع ليصل لنحو خمسة عشر مليون ومئتي ألف والجالي الأكبر منهم بالولايات المتحدة